في الأثناء كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن انعقاد لقاء وصفته بالسري جرى في العاصمة المصرية القاهرة بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين لمناقشة عملية عسكرية محتملة في مدينة رفح جنوب قطع غزة إلى جانب اتفاق إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة هذا وأفاد الموقع الأمريكي أن الطرفان نقشا عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح إلى جانب الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ووقف مؤقت لإطلاق النار أكد قلق المسؤولين المصريين من أن تؤدي عملية إسرائيل في رفح إلى دخول عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين إلى سيناء مما قد يؤدي إلى انتهاك الحدود ويعرض أمن مصر للخطر